لم يكن اجتماع رؤساء أركان الدفاع في كل من طهران وبغداد ودمشق اجتماعا عاديا بل أرسل في عمومه رسائل تأكيد نفوذ وترسيخ أحلام إيران في الهلال الشيعي الممتد للمتوسط والذي يشكل الشغل الشاغل لإيران المحرومة منه لا سيما حاليا في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية اعتبرت أن قرار العراق إعادة فتح حدوده مع سوريا يعتبر أكبر خدمة قدمتها بغداد لطهران تمهيدا لفتح طريق آخر أمام البضائع الإيرانية للوصول إلى دمشق بعد أن أغرقت أسواق العراق بها فضلا عن ارتهانه للمحروقات من النفط والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية والتي أصبحت ورقة رابحة بيد طهران للضغط على حكومة المنطقة الخضراء التي تخشى تعظم التظاهرات الشعبية أكثر فأكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد والجفاف إذن الطريق بات مفتوحا ومشرعا أمام طهران وحتى ميليشياتها في المنطقة كما تقول وولستريت جورنال وهي الحقيقة التي لم يتوانى قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري عن إخفائها حيث أكد تدريبهم نحو مائتي ألف مقاتل في العراق وسوريا أرقام تبين كما يرى مراقبون مدى فشل السياسة الأمريكية في كل من العراق وسوريا حيث تركت الباب مفتوحا في العراق منذ عام 2003 لزيادة نفوذ إيران فيه لتصبح لاحقا ميليشيات الحجر المحكومة من طهران نسخة عن كل من الحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان وفي سوريا لم يكن السيناريو أقل فداحة من سالفه حيث تركت واشنطن الساحة لإيران وروسيا للعب وتقاسم نفوذهما في البلاد في حين اهتمت أمريكا كما في العراق بمناطق الأكراد ودعمتهم لتشكيل قوة عسكرية بدأت تلوح بها لإغاثرة أنقرة بينما تركت من يفترض وتعلن دائما أنه عدوها طليقا هنا وهناك يطور استراتيجيته التي تضمن إتمام مشروعه في المنطقة التي أحرقها وكالة عن واشنطن بالطائفية وهي التي تقول إنها جاءت لتهدي إليها الحرية والديمقراطية